اهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع وحنكمل كورس البي اتش بي طبعا متى الثلاث فيديوهات الناس المفروض تكون شفيتهم الاول عشان بنكمل عليهم فيديو النهاردة فيديو نهاردة هنتعلم حاجة برضو لزيزة جدا ويعتبر هتكمل لك بقى ثلاثة اربع الصورة اللي نقصة عن البي اتش بي العادية طبعا لسه فيه جزء object oriented كامل بس زي ما تعلمنا الفيديو اللي فات ان احنا ازاي نعمل library مثلا ونحط فيها شوات functions هنبدأ نهاردة نتعامل مع الحاجات دي ازاي نربط بين ملفات بي اتش بي وبعدها ونقسم template بدايتنا تقسيم صح وازاي كمان لو عندنا template دي نبدأ نتجزاقها ونحطها في حتات صح ونخلي كود البي اتش بي بتاعنا او السيرفر بتاعنا يبدأ يفتح الملفات دي ويتعامل معاها ويبدأ نعمل حاجة اسمه dynamic content بجد بناء على البي اتش بي بتاعتي زي ما احنا تعلمنا برده قبل كده ازاي ان احنا نعمل insert وطبعا زي ما قلنا ان update و delete زي الانسورت بالزبط يعني ممكن ترجع لفيديو الربط بين البي اتش بي والمي سيكوان وتنفزه عايزين بالنهاردة نعمل select والselect زي ما احنا قلنا فيها حتة غريبة شوية او جديدة شوية وهي فكرة انك ازاي تعمل ال data جايلك من ال data based من ال query اللي انت كتبتها هتحطها ازاي في ال ray بحيث ان انت تقدر تعمل for loop عليها تبدأ تتعامل معاها وازاي تعرضها على التمبلت بتاعتك وهو ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو بتاعنا اللي انا بنا نبدأ على طول ويلا بينا واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع موسيقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا ال library بتاعتنا ال library بتاعتنا احنا حطنا فيها connection والconnection ده كان فيه ربط بال database بعد كده لو فيه error هيتبع لي error عندنا بعد كده حاجة اسمها select function ودي function احنا اللي عملينها عشان تسهل علينا الشغل بتاع ال select query طيب بنعمل ايه او حطيت جوه ايه طبعا عشان نستعمل او نعمل function جوه ال PHP ويعني ايه function الاول يعني block of code مجموعة من الاكواد بدل منوات نقرره كل مرة احنا حطناها في حتة واحدة فعملت function اسمها select ال function دي بتاخد اتنين برامتر طبعا مثل c++ وكده ومش شرط انك تقول هترجع ايه function دي او لا هي لها طريقة ان انت تقول هترجع ايه او لا بس ملهاش لازمة ومش مهم void او مش void هيا كده كده بترجع اللي هي عايزة وبترجع الرئيس كمان عادي مثل c++ فحتاخد variable table الجدول اللي انت عايز تسلكت منه هتاخد variable تاني اسمه query ال query انا بديها default او حاجة كويمة اساسية اللي هي بتساوي واحد بتساوي واحد ومن نوع string عشان لو تقالجوا query where واحد معناها رجع لي كل اللي موجود عندك فيبقى انا كده قدرت اخليها تشتغل ببرامتر واحد بس انا بعد كده عايز استعمل ال connection اللي انا عملته فوق الاول عشان استعمل ال variable اللي برا ال scope يعني كل ال function طبعا ليها scope معين او variables جواها ما ينفعش ال access اللي براها ولا اللي براها ي access اللي جواه فانا عشان استعمل ال connection اللي برا ده عملت حاجة اسمها global فكده بقى ال variable ده معي جوا ال function دي دي حاجة في ال php طبعا بعد كده السيكول بتاعي بيساوي select عملت كويري عادية select all from الجدول اللي جايلي من ال variable اللي بيجي بيتبصها من function وانت بتعملها cool و where query اللي انت عايزها بتكتب هناك query اي query انت عايزها او ما تكتبش query اللي هي خلاص by default هتديك واحد فبقى where واحد اللي هي where two هترجعها بكل حاجة فبقى ال function دي سهلت عليك select كتير بدل ما كل مرة نكتب ال query وكلام ده كله خلاص بعد كده ال result بتاعي بيساوي يعني هنا بقى فيه variable بتاع result بيساوي connection ال connection بتاعي نفذ ال query دي فال query هترجع لي result هاخد ال result دي لو result اكبر او rows بتاعتها اكبر من الصفر ده معنا ان فيها data فيبدأ بي ان ال data فاضي ال variable فيه array فاضي اللي انا حرجعه ويبدأ يملاها ب where a while ال x مثلا عدد ال rows وكده هنا فيه function اسمها my sql i feature association المفروض اللي هي asoc بتاخد ال result دي وتحطه جواه ال x فانا بملا ال array بتاع ال data ده بال x بعد كده هنرجع ال data دي تاني او نرجع ال array فاضي طبعا لو ما كانش فيه result اصلا معي وعددهم مش بسفروا يعني حصلت الحاجات دي كلها فساعتها يبدأ يرجع لي ال array فاضي دي ال function بتاعتي عايزين نشوف هنستعملها ازاي هنستعملها في حاجة index 2 بس عشان انا كنت عامل index 1 فيه جزء login اكتر فعشان الناس ما تطلغ بقى عندنا بعد كده في ال index الجديد في ال page طبعا هنقلنا من المرة اللي فاتت require library طبعا الاساسي library بتبقى قبل ال function اللي احنا هنستخدمها يعني function select اهي انا مستخدمها من library فلازم library تكون قبلها وبردو وبردو ال layout عشان لازم تبقى بعدها عشان فيها بدايات ال HTML اللي بحنا زي ما قلنا نفضل ان ال PHP كلها تخلص قبل ال HTML طبعا بعد كده انا عامل جدول في ال database نبص على ال database برضو بصح هنلاقي في جدول انا عامله هنا اسمه photos جدول ال photos في الاربع عناصر اللي المفروض هيتعرضوا زي دول كده بالظبط هنبدأ نعمل dynamic content بالكامل جاي من ال database وفي هنا الاسامي ال title بتاعك وفيه التاريخ وال views وال image الصورة في ال database يفضل انك تسايفها كاسم فقط بال extension بتاعها يعني dot gpg او dot bng ونعمل لها بس كل في الصفحة بتاعتنا بتاعت ال HTML عشان تظهر بالشكل طيب عندنا وبعد كده الجزء ده كله مفوش تغيير خلاص لغاية الجزء اللي كان فيه السور الاربع فاكرين الكود الاديم اللي هو كان هنا كنت انا عامل اربع دفات وكل دفاية فيها السور بالاعداد بتاعتها بالكلام اللي هو الواهمي بتاعها اللي هو كان template واضاف فانا دلوقتي بس الركز في الحبتة دي ابدأ الفورلوب بتاعتي منين وانهيها فيها فانا المفروض اشوف ان طبعا كان فيه جزء ده الرو بتاعي كامل وجواه الكولومز بتاعتي يعني ده اللي كان فيه تكرارات السور الحتة دي هاي اللي بتكرر بناء على انهي صورة او انهي جزء اللي انت المفروض تكرره على حسب السور بتاعتي فبالفعل بدأت الفوريتش بتاعتي اللي هي زي مقالنا زيها زي الفورلوب بدأناها ب photos as photo يعني الكيو والفاليو بتاعي زي ما احنا متعودين ما فيهاش حاجة وقفلت الفوريتش بتاعتي مع اخر الدفاية اللي بتكرر فيبقى كده هو حيجب لي اربع عناصر او عدد العناصر اللي موجود في ال data base صح طيب عايزين نغير في ال content هنبص على مكان الصورة يعني لو بصينا هنا على الاديم اي واحدة يعني ادي دفاية زي اللي احنا عايزين نعدلها فيه صورة هنا كانت باس ما هو والباس بتاعها كامله بعد كده في ومور مش عايزين نعدلها عايزين نعدل التاريخ ده وعايزين نعدل عدد المشاهدات من اللي جايلي في ال data base واسمها اللي هو هيكون موجود هنا في ال H2 بلانس مثلا او اي كلمة او كده عايزين نخلي كل الاجزاء دي دايناميك طبعا بتاعات ال php واي اي كو زي اللي احنا متعودين عليه بالزبط هنبص هنا اول حاجة عشان نغير الصورة فتحت بعد ال url او الباس بتاعي كامل امسلا امجز المكان اللي فيه تصور عندك في السيرفر ويغيرنا او عملنا اي كو لفوتو اوف امجز الصورة الوحدة اللي هي جايلي من ال for each الصورة الوحدة من الفوتوز الكتير يعني طيب يكون فيها الجاي من ال data base بالجامل طبعا انا عايز صورة واحدة فبقى عنصر واحد طبعا عايز an hero او any column انا صف من صفوف الجدول انا عايز صف ال image نفس الاسم هنا اللي بيكون في ال data base يعني يجي هنا حنلاقي ال image عايزين views وعايزين date و title طبعا ال id مش هنتعامل معي غير في حالات معينة عندي photo of title وبعد كده photo of date كل مكان بقى غيرنا فيه او طبعا عليه بالشكل ده طبعا لو عايز كلمة views تفضل ظاهرة معاك فراجها براتيج ال php خالص ونبدأ نبص على index 2 مثلا هنا هنلاقي فتحت معي بالشكل ده الكلام ده جاي من ال data base بدليله انه متغير التواريخ فعلا هي التواريخ الجديدة والمشاهدات اللي جالي من ال data base الفعلية يبقى انا كده قدرت اربط select وعارضها في الكود بتاعي ويبقى كده قدرت استخدم select وقدرت اعرضها قدرت اعمل insert و update و delete عملت حاجة اسم اكرا داية كاملة تقدر طبعا من خلال الكلام ده تعمل admin dashboard تقدر تعمل حاجات تانية كتير انت كده قدرت تعمل خلاص محتوى كامل وتتنقل بالنصفحات فيبقى انت عملت ويبقى بسايت بسيط نوعا مال بغاية دلوقتي معلش لو كان الشرح سريع شوية بس يفضل طبعا زي ما قلنا لو انت البرمجة نفسها مش تمام قوي ترجع لكورس C++ الاول و MySQL و كده 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 كان فيديو النهار ده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم و وقفتكم لو عجبك وتنساش تديني احلى لايب ولو عندك اي سؤال ما تنساش تقولي في الكومنتات تحت و ما تنساش شروع الحلقات و الفيديوهات و الكورسات الفاتية وتستنى الحلقات و الحكاة و الكورسات اللي جاية واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواء اشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواء